نشوف أخبار المركاتو اللي نادي زمالك قولينا بقى أسماء طيب سريعا بقى مركز حراسة المرمة كان في حارس طلاق الجيش اسمه محمد عمر دون لا هو دلوقتي هو خرج من الحسابات بالفعل محمد شعبان ده كان بالفعل كان في حسابات نادي زمالك لكن بعد المباراة الأخيرة وخصوصا المباراة الأهلي تم التراجع عنه الصفقة المرتقبة قوي هو كريم عماد حارس مرمى حارس الحدود هو مش صاعد وعند 4-20 سنة لا الفريق صاعد عندك إحصائياته هو كان لا بس هو حارس كويس وهم بالفعل يعني قالوا أنه هو حارس جاي لإدارة النادي لو يا شباب نشوف بس الإحصائيات بتاعة العيد ميزة كريم عماد أنه هو فريس رانسافير زي ما قلت الحظة ها عادي ده خلص استراتيجية نادي الزمالك التعاكد مع لعبين طيب من غير ما يكلفه النادي عظيم كريم حييجي يعد كأحتياطي طبعا أه طبعا ما فيش مشاكل لا لو هم ضلي يلعب ما برضو دمق يعني ليج افرد هو تقلق لا أنا قصدي هل فيه أصلا المركز ده فيه مشكلة عند النادي الزمالك هو الغد في وقت محمد عواد الجهاز الفني متمسك بيه والإدارة عندها رغبة في التجديد لكن الاختلاف على المقابل المادي العقد كبير جد اه هل فيه عروض لعواد هو بيقول ان عندي عروض من السعودية لكن أنا كنت مع أحد أصدقاء يعني بيكلمني صحفي يعني متخصص في الدور السعودي قال لي لا ما فيش ولا لعيف ومصر محطوط في ال لا لا فيه فيه الأهلي يعني فيه لعيبة وخلاص أنا أقول لك إذا هو أكد لي محطوط على الرادار الدور السعودي مش كتير أنا أقول لك دلوقتي طيب خلاص الحاجة التانية الزمالك عارض 12 مليون جنيه هتوافق على التجديد اوكي مش هتوافق 12 مليون جنيه لعواد اه هو ده السعب الزمالك حطو للعيبة يعني تخيل ما هو كان بياخد أكتر من كده كان بياخد 18 تفاهمني كل زروف كل وقته لزروف وزي ما نقوله